المنيفة ساعة اللقب الانتر كونتيننتل شامفينشيب بين دولف زيجلر وساث رولنز كان أمر عم انتبعوا بالأسابيع الماضي خاصة أنه السبب تقلق دولف زيجلر عم يعود لوقوف درون ماكينتاير اللي عم بيلعب دور كبير بنزلاته مع ساث رولنز ولكن قبل أيام قليلة من سامر سلام ظهر ساث رولنز وخليل توقيع الرسمة لنزال أعلن عن عودة دين أمبروز وأعلن أنه أمبروز هو راح يكون ويقف إلى جنبو كليل النزال على الانتر كونتيننتل شامفينشيب بين سامر سلام وهني يلبى يوم بغيتك عون صرت لعون كل ما بغى درو ماكينتاير يدخل في النزال كان واقف بويها دين أمبروز وبعد ما تدخل درو ماكينتاير راح دين أمبروز واعتدها على درو ماكينتاير لأنه يدخل في النزال وضمن لصاحبة ساث رولنز أن يفوز بالانتر كونتيننتل شامفينشيب إذن ساث رولنز تعاد لقبه لا يصيد للمرة التانية انتر كونتيننتل شامفينشيب ولكن دولف زيجلر هالأسبوع ما كان فقط ضحية ساث رولنز بي سامر سلام إنما أيضا درو ما كان ضحية دين أمبروز يلي أكثر أنه عاد ولكن عاد بويها دان ضحية دين أمبروز شهر لقد ستبعه جيدا جيدا ستبعه ستبعه حسنوالوالس جيدا جيدا ومن فرمه ومن فرمه ستبعه 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 جيدا ستبعه دعه شديد Looking back. И ticker's Ambrose, who went after McIntyre and now he goes after Ziggler. This matchup continues. Ambrose and Dolph McIntyre up by the apron. Look at Dolph's gonna try to take advantage, kick right to the knee. Pamoser time, Ambrose ducked underneath. He's got a position. But for Dirty Deeds Dolph slipped out of it. Super kick block. What is Seth doing? كان إنسانا! ماذا قال؟ السؤالة ليسكاً. إنساناً. دين أمبرز! محطاً! إنساناً! أحياناً! أماماً! إنساناً! إنساناً! هناك محطاً! إنساناً! واحد زائد واحد يساوي اثنين يوم يتحدون أعضاء من فريق الشيل فيصيرون كتلة حديدية غير قابلة للكسر ويوم عندك سيث رولنز بخانة ديل أمبروس فإن الانتصار محتوم ولا مزيد من الأخبار مثل هذه ما قلكن إلا تداركن عم بتتابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك على توتر وعلى انستغرام اشتركوا في القناة